اشتركوا في القناة نقطة ان طبعا زي ما حضراتكم عارفين وزي ما بنقول كل مرة الملفات بتاعة المحضرات دي بصيغة بي دي اف هتلاقوها متوفرة مجانا ومتاحة مجانا من خلال قناتنا على تطبيق التليجرام وهتلاقوا الرابط بتاع القناة موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو وتاني نقطة بما ان ان شاء الله رب العالمين النهاردة هي اخر محضرة في محضرات شركة ازيس فارما فبطلب من حضراتكم بقى تقترحوا علينا انتوا حابين نبدأ في شركة ايه بعد كده انا ان شاء الله رب العالمين بعد ما خلص ازيس فارما هنزل لكم محضرات شركة دوكري انا قريدي اصلا كنتم صورها فهنزلها لكم كده بالترتيب باذن الله لكن عاوز اطلب منكم بعد كده ان شاء الله انتوا حابين شركة ايه نتكلم عنها باذن الله رب العالمين تمام فيارد تكتبولنا الاقتراحاتكم في التعليقات وفي الكومنس تحت الفيديو ان شاء الله رب العالمين النهاردة زي ما قلنا المحضرة رقم تمانية المحضرة الاخيرة في شركة ازيس فارما ومحضرة النهاردة هنشرح فيها الرينج الخاص بالسون كير او السون سكرينز اللي هو اليو في اي بلوك وهنشرح كمان الرينج الخاص بالاشرة اللي هو الكابيل تمام تعالوا نبدأ على طول مع اليو في اي بلوك وهنلاقي زي ما حضراتكم شايفين عندنا مجموعة كبيرة الحقيقة من واقيات الشمس من شركة ايزيس فارما عندنا الـ UVA Block 80 والـ UVA Block 50 Plus اللي هو الفلويد والـ 50 Plus Dry Touch أو Ultra Fluid والـ 30 SPF 30 Ultra Fluid والـ Lotion SPF 50 Plus Lotion والـ Spray و Spray الأطفال وكمان اللي هو المنرال أو الفيزيائي واقع الشمس الفيزيائي أو المعدني فتعالوا كده نتعرف على كل مجموعة الوقيات دي اللي هي الحقيقة من الوقيات المميزة شركة إيزيز فرما معروف من مجموعة الـ UVA Block ومجموعة الـ Sunscreens من شركة إيزيز فرما من المنتجات المحترمة جدا هنبدأ أول حاجة مع الكريم الـ SPF 80 وطبعا زي ما حضراتكم عارفين وزي ما يمكن قولنا كتير قبل كده احنا لحد SPF 50 أو بنسميه SPF 50 Plus ده يعتبر الماكسمن بروتيكشن ده أقصى حماية وأعلى حماية 80 ومية والحاجات دي بتبقى تركيزات عالية بتبقى تركيزات عالية من الفيلترز من الفيلاتر بتاعة وقات الشمس ولكن الحقيقة ما بتفرقش كتير في الوقاية يعني SPF 50 Plus ده بيديني تقريباً الوقاية بتوصل لنسبة 98 في المية فاللي أنا أقول SPF 80 أو SPF 100 الحقيقة مش فرق كتير بتفرق في نصف في المية بالكتير فمش فرق كتير يعني طيب فهنا تعالوا نشوف التركيبة مع بعض أولاً SPF 80 كريم ده عندنا منه نسختين نسخة شفافة بدون لون ونسخة تنتد يعني فيها لون فيها لون اللي هو لون الكريم الأساس ده تمام طيب لو جينا نبص على الفيلترز اللي موجودة هنا في SPF 80 كريم هلأ عندنا خمسة فيلترز خمسة اتنين منهم منيرال اللي هو الزينكوكسايد والتايتينيوم دايوكسايد دول هم الفلاتر الفيزيائية اللي موجودة في الوقا ده وعندنا كمان تلاتة من الفلاتر الكيميائية ده واحد اتنين تلاتة فعندنا مجموع خمس فلاتر وزي ما احنا ملاحظين التركيزات عالية التركيزات عالية قوية يعني عندنا بعد المية على طول بيجي الزينكوكسايد وبيجي النوعين من الفلاتر الكيميائية بتاعتنا اللي هو الإيثايل هيكسايل ميسوكسي سيناميت والأوكتو كريلين تمام فالتركيزات عالية قوية وعشان كده هو SPF 80 عشان كده هو بياخد الرقم العالي قوي ده طيب وجود المنرال سانسكرين زي الزينكوكسايد بتركيز عالي قوي كده هيديني يعني هيفاهمني حاجتين وجود المنرال سانسكرينز بتركيز عالي عموما او المنرال فيلترز بتركيزات عالية ده بيخليني اعرف ان الواقع ده هيكون تقيل شوية لان المنرال فيلترز بتكون التكتشر بتاعها تقيل شوية فلما يبقى موجود عندي بتركيز عالي زي كده اعرف ان هو هيكون الكريم ده فعلا تقيل شوية وهيكون مناسب اكتر للبشرة الجفة وده طبيعي زي ما احنا عارفين وزي ما قلنا كتير قبل كده برضو ان الكريم في واقيات الشمس بيكون هو المناسب للبشرة العادية الى الجفة طيب يبقى الاس بي اف ايت كريم ده كريم واقي من الشمس للبشرة العادية الى الجفة حماية قصوى طبعا وشاملة يوفي اي ويوفي بي كل حاجة وسان بروتيكشن فاكتور تمانين خالي من العطور وكل مجموعة اليوفي اي بلوك زي ما هنشوف كل المجموعة بتاعة واقيات الشمس من ازيس فارما كلها خالية من العطور ودي حاجة حلوة جدا وزي ما قلنا موجود على شكل نسختين نسخة شفافة بدون لون ونسخة تانية بتكون تنتد او فيها لون وطبعا بيكون للبلغين فقط عشان التركيزات هنا عالية زي ما حضراتكم شايفين وغير مناسب للحوامل برضو غير مناسب للحوامل عشان برضو فكرة التركيزات العالية جدا دي بتخليه يعني ناخد بريكوشن شوية منه ونبقى القلنين منه شوية بالنسبة للحوامل فالكريم ده مش مناسب للحوامل تمام طبعا طريق الاستخدام زيه زي اي واقي شمس في الدنيا بندهنوا على الوش وعلى الرقبة قبل التعرض للشمس بخمستاشر دقيقة بعشرين دقيقة وبعد كده بنكرروا كل ساعتين لو فضلنا متعرضين للشمس لو فضلنا متعرضين للشمس هندهنوا ونكرروا كل ساعتين زي ما احنا عارفين اي واقي شمس فعاليته بتستمر بحد اقصى ساعتين مش اكتر من كده بعد ساعتين ازا كنا هنفضل مستمرين في التعرض للشمس نبقى نكرر تطبيقه واستخدامه مرة تانية تمام فده الاس بي اف ايتي كريم نروح بعد كده على الاس بي اف فيفتي بلاس فليود تمام الاس بي اف فيفتي بلاس فليود وفليود يعني سائل وبالتالي سائل خفيف وده هنلاحظوا ان هنا المنيرال فلترز اللي موجودة اولا عددها قل بقى واحد بس وان منيرال فلتر اللي هو التايتينيوم دايوكسايد وزي ما حضراتكم شايفين تركيز مش عالي خالص فده على طول يفهمنا ان هنا الملمس هيبقى ايه الملمس هيبقى خفيف فانا عندي هنا سبع فلاتر سبع فلاتر واحد منهم بس فيزيائي او معدني اللي هو التايتينيوم دايوكسايد والستة البقيين كلهم فلاتر كيميائية اللي هم متعلمين باللون البرتقالي دول تمام طيب بالاضافة كمان اللي احنا عندنا مجموعة من المواد اللي بتشتغل كمواد مضادة للأكسادة اللي هو التوكفوريل اسيتيت اللي هو فيتامين اي وكمان حاجة اسمها اكتوين وكمان حاجة اسمها سوفورا جابونيكا التلاتة دول بيشتغلوا كمواد مضادة للأكسادة مواد مضادة للأكسادة هتديني حماية اكتر احنا عارفين مشكلة الاشعة الشمس اليوفي اي واليوفي بي وبالذات اليوفي اي ان هي بتزود جدا تكوين الفري راديكالز النظائر الحرة في الجلد وفي خلايا الجلد وعشان كده النظائر الحرة دي هي اللي بعد كده بتعمل دمج وبتعمل تلف في انسجته خلايا الجلد وبتسبب ظهور التصبغات وبتسبب ظهور الرينكلز وبتكسر في كل جين والإلاستين والكلام ده كله تمام فوجود مضادات الأكسادة دي كحاجة اضافية على واقع الشمس بتاعنا تبقى تديني حماية اضافية كمان من اشعة الشمس حماية من تأثرها حماية من تأثرها الضار على خلايا وانسجة الجلد فاضافة كويسة جدا تمام طيب فالفليوت ده سائل واقي من الشمس للبشرة المختلطة الى الدهنية ينفع للبشرة المختلطة للدهنية حماية قصوى طبعا بيحتوي على مضادات مضادات أكسادة زي ما قلنا للحماية من تأثرات الشمس الضرة برضو خالي من العطور وبرضو في منه نسختين نسخة شفافة ونسخة تنتد او فيها لون وهنا بقى الـ SPF 50 Plus Fluid الـ SPF 50 Plus Fluid ده مناسب للبلغين ومناسب للأطفال من عمر 3 سنوات من عمر 3 سنوات نقدر نستخدمه ومناسب كمان للحوامل وأكيد للمرضعات تمام فحلو جدا جدا الـ SPF 50 Plus Fluid ده وطبعا طريقة الاستخدام هي هيها عندنا بعد كده SPF 50 Plus Dry Touch وده Ultra Fluid يعني اللي فات ده كان Fluid ده بقى Ultra Fluid خفيف جدا جدا وهنا بقى ما عندناش ولا نوع من أنواع الفلاتر الفيزيائية او المينرالفيلتر كل الفلاتر اللي عندنا وبالمناسبة عددهم 6 كل الفلاتر اللي عندنا فلاتر كيميائية ليه ما فيش فلاتر فيزيائية خالص عشان يبقى أخف ما يمكن ده يقولك أن الواقي ده هيبقى خفيف جدا ملمسه خفيف للغاية امتصاصه هيبقى سريع جدا مش هتحس بيه على بشرتك أو بشرتك بالمرة خالص خفيف جدا جدا فعشان كده استغنينا خالص بقى في الواقي ده عن الفلاتر الفيزيائية فعندي 6 فلاتر كيميائية في الـ Dry Touch ده أو اللي هو Ultra Fluid وعندي برضو الاكتوين والسفورة جابونيكا كمواد مضادة للأكساد هيبقى الـ Dry Touch أو الـ Ultra Fluid سائل خفيف جدا خفيف جدا وبالتالي هو هنا هيكون مناسب للبشرة الدهنية وبالذات الدهنية قوي الدهنية قوي أو الدهنية اللي ممكن تبقى كمان معرضة لحب الشباب هيبقى الـ Dry Touch أو الـ Ultra Fluid ده مناسب لها جدا لأنه خفيف للغاية ما فيهوش أي توق اللي بقى خالص تمام؟ فـ Dry Touch أو الـ Ultra Fluid ده مناسب للبشرة الدهنية والدهنية بالزيادة كمان طبعا بقى الكلام نفسه هو هو وعندنا هنا بقى نسختين من النسخ الملونة يعني هنا عندنا درقتين من الألوان بالإضافة طبعا للنسخة الـ Invisible أو النسخة الشفافة فعندنا نسختين ملونتين نسخة بتبقى فيها درجة التنت خفيفة Light ونسخة بتبقى Medium أو متوسطة بتبقى أغمى شوي فعندنا هنا درجتين في الألوان في الـ Dry Touch أو في الـ Ultra Fluid ده بيبقى للبالغين فقط للبالغين فقط مش للأطفال وبرضو مش مناسب للحوامل يبقى الكريم الـ S-B-F 80 كريم للبالغين فقط ومش مناسب للحوامل الـ S-B-F 50 Plus الـ Dry Touch الـ Ultra Fluid الـ Ultra Fluid للبالغين فقط ومش مناسب للحوامل الـ S-B-F 50 Plus الفلويد مش الـ Ultra Fluid الفلويد بس ده هو المناسب للبالغين والأطفال من عمر 3 سنين وللحوامل تمام؟ طيب عندنا كمان حاجة اسمها S-B-F 30 أو S-B-F 30 Dry Touch ايه الفرق و ايه الفكرة؟ الفكرة ببساطة ان لان انا مثلا لو عايش في دولة اوروبية دولة الشمس ما بيطلعش فيها كتير ما بتطلعش فيها كتير او يعني مثلا في اوقات زي الشتاء والسمى مغيمة وما فيش شمس كتير والشمس مش سطعة قوي فانا مش محتاج للدرجة الحماية العالية قوي بتاعة الـ S-B-F 50 او الـ S-B-F 80 فيبقى كفاية بالنسبة لي الـ S-B-F 30 هي دي كل الفكرة برضو Dry Touch وبرضو Ultra Fluid وبرضو ما عنديش خالص اي فلاتر فيزيائية كلهم ستة فلاتر كيميائية وبرضو عندنا الاكتوين والسفورة جابونيكا يبقى هو نفس الكلام بالزبط برضو للبشرة الدهنية الدهنية قوي لانه ده برضو Ultra Fluid Dry Touch نفس الكلام بالزبط ولكن كل الفكرة انه هو بيبقى Sun Protection Factor او معامل الحماية فيه اقل شوية عشان يبقى مناسب للبلاد والاوقات اللي مش بيتكون فيها الشمس شديدة السطوع فهو مش مناسب قوي يعني لبلدنا العربية في بلدنا العربية عندنا الشمس حمية جدا وقوية جدا والحرارة عالية جدا فبيبقى مناسب عندنا اكتر الـ SPF 50 واكتر تمام برضو الـ Ultra Fluid كل الـ Ultra Fluid يبقى احنا عارفين ان كل الـ Dry Touch وكل الـ Ultra Fluid للبلاغين فقط ومش مناسبين للحوامل تمام هنروح بعد كده بقى على الجسم على الـ SPF 50 Plus Lotion اللوشن بتاع الجسم هنا برضو ما عندناش فلاتر فيزيائية كلهم فلاتر كيميائية وده مفهوم عشان ان هو لوشن احنا عاوزينه برضو تبقى حاجة خفيفة على الجسم حاجة تتنشر بالسهولة على الجسم ما يكونش ليها اي ريزيديوس خالص وتبقى برضو سريعة الامتصاص وسهلة الامتصاص فمفهوم برضو لانا ما يبقاش عندي اي فلاتر فيزيائية فاحنا هنا عندنا خمس فلاتر كيميائية في اللوشن وعندي برضو المواد بتاعتي المضادة للأكسادة الاكتوين والسفورة جابونيكا وهنا بقى انا عندي نسخة واحدة بس اللي هي الانفيزبول ما عنديش نسخ فيها لون فاللوشن من مجموعة اليوفي اي بلوك ما فيهوش الوان هو بس النسخة الشفافة تمام فده بيكون وينفع على فكرة للجسم وللوجه احنا عادة عادة اللوشن بيبقى بشكل اساسي للجسم ده المعتاد ولكن ينفع برضو للوجه اللوشن هنا في مجموعة اليوفي اي بلوك ينفع برضو للوجه واللوشن هنا مناسب للرضع والاطفال والبالغين والحوامل يعني كل الاعمار من zero day ده الكله بقى مش من عمر ثلاث سنين لا ده الكله لكل الاعمار حتى الرضع اقل من ثلاث سنين ينفع اه ينفع ده طبقا لكلام وتعليمات شركة ازيس فارما على موقعها الرسمي تمام ده الكلام اللي اي لاش شركة على موقعها الرسمي ان اللوشن ينفع لكل الاعمار رضع اطفال كبار حوامل كله فمناسب لكل الفئات تمام وطبعا هو برضو خفيف الملمس لانه لوشن فيكون مناسب لكل انواع البشرة لو بشرة دهنية اوي برضو ارجع وقولك خلينا اكتر مع الالترا فليود او دراي تاتش هيكون انسب حاجة لها البشرة اللي هي الدهنية اوي لكن اللوشن ينفع لكله لو يعني ما عندناش غير اللوشن فنقدر نستخدمه على الوش وعلى الجسم وعلى كل تمام بعد كده عندنا البخاخ البخاخ برضو عشان برضو يبقى خفيف الملمس خالص وعشان يبقى امتصاصه سريع برضو نفس الكلام ما عنديش فلاتر فيزيائية عندي كلها فلاتر كيميائية خمس فلاتر كيميائية وعندي برضو مواد المضادة للاكسادة فهو نفس الفكرة ونفس الموضوع وبرضو هتلاقوه مناسب لكل الفئات العمرية زي اللوشن بالضبط بس هي فرمة مختلفة يعني بدل ما يكون لوشن خليناها بخاخ عشان يبقى ايه اسهل في الاستخدام مجرد بس اللحنة نبخ كده على الجسم وخلاص فسهل في الاستخدام بتاعه هي دي كل الفكرة بتاعته طيب للجسم هنبخ كده وخلاص وينفع على فكر كمان نستخدمه للوجه يعني البخاخ ينفع نستخدمه للوجه اه ينفع نستخدمه للوجه بس ما نبخوش على الوش بشكل مباشر ما نبخوش على الوش بشكل مباشر طب نعمل ايه نبخو كده على كف ادينا الاول على صوابعنا نبخو كده على ادينا وبعدين نطبقه على الوش يعني البخاخ نبخو على ادينا الاول وبعدين نطبقه على الوش لو حابين اللي احنا نستخدمه على الوش ينفع تمام بس ما يتبخش بشكل مباشر على الوش تمام طيب للناس اللي حابة ان يكون واقش شمس مكتوب عليه كلمة كيدز تصريح كده واضح وصريح مع ان اللوشن ينفع للاطفال والاسبريه ينفع للاطفال بتاع الكبار ولكن فيه ناس بتبقى حابة كلمة انه يبقى مكتوب عليه للاطفال مخصص للاطفال فعندنا الفورمة دي اللي هي الاس بي اففت بلاس كيدز تمام وهنا برضو عندنا خمس فلاتر كيميائية وده مفهوم برضو عشان هو سبري بخاخ فطالما هو سبري بخاخ مش هين فعلا نحط فيه منرال فيلترز فبيعتمد فقط على الفلاتر الكيميائية خمس فلاتر كيميائية وهنا بقى ما عنديش مواد المضادة للأجسادة ولا الكلام ده كله الاطفال مش محتاجين الموضوع ده قوي فلما هعمل فورمة تكون مخصصة فقط للاطفال فيكفيني فيها الفلاتر بس مش محتاج اكتر من كده فنفس الكلام حماية قصوى بخاخ للاطفال مناسب للرضع والاطفال طبعا وحتى للكبار كمان على فكرة يعني الكبار مش هيقوله لا بس هو مكتوب عليه للاطفال فنخليه مخصص للرضع والاطفال وبرضو نفس الكلام ابخ على الجسم ما فيش مشكلة لكن الوش ما بخش عليه بشكل مباشر زي ما اتفقنا نفس الطريقة ابخ على ايدي الاول وبعد كده ادهن على الوش اخر حاجة معانا بقى اللي هو المنرال سانسكرين واق الشمس الفيزيائي او المعدني وهنا انا ما عنديش بقى فلاتر خالص كيميائية هنا انا عندي فقط التايتانيام دايوكسايد والزينكوكسايد زي ما حضر لكم شايفين هنا انا ما عنديش غير في التارين بس التايتانيام دايوكسايد والزينكوكسايد اللي هي فلاتر فيزيائية ومعدنية فقط وبالمناسبة كلمة فلاتر فيزيائية ومعدنية دي انا عاوز اوضحها لحضراتكم انا بقول لي فيزيائية بقول فيزيائية لانها طريقتها فيزيائية يعني ايه طريقتها فيزيائية؟ يعني هي فكرتها ان هي بتعكس اشعة الشمس هي بتبقى عاملة زي المراية بتبقى عاملة زي المراية عاكسة بتعكس اشعة الشمس بينما الفلاتر الكيميائية بتتفاعل مع اشعة الشمس بتتفاعل مع اشعة الشمس وبتبطل مفعولها هي دي كل الفكرة عشان كده سميناها فلاتر كيميائية وسميناها فلاتر فيزيائية وبنقول عليها منيرال ليه الفلاتر الفيزيائية دي بنقول عليها منيرال او معدنية ليه لانها معادن التايتينيام معدن تايتينيام دايوكسايد معدن والزينك معدن زينكوكسايد تمام فعشان كده بنقول عليها فيزيائية وبنقول عليها منيرال او معدنية تمام طيب ايه الفكرة بقى من اللي انا اعمل واقي شمس فقط فيزيائي او معدني وما استخدمش خالص اي نوع من الفلاتر الكيميائية للبشرات التي لا تتحمل الفلاتر الكيميائي زي ايه زي البشرات شديدة الحساسية او بالذات البشرة اللي بتكون فيها روزاشية او وردية البشرة اللي بتكون مصابة بالوردية او معرضة للوردية ما بتتحملش موجود فلاتر كيميائية عليها فعشان كده بنتطر اللي احنا نستخدم الواقي الفيزيائي ناخد بالنا من نقطة مهمة وفيها لغط عند كتير من الناس ناس كتير بتعتقد ان الواقي الفيزيائي ده امن ولزيز وحلو جدا وبلاش بقى خالص حتى حتى لو انا بشرتي عادية وما عنديش مشكلة الوردية وبشرتي مش شديدة الحساسية جدا ولا حاجة فبرضه اعتقد ان الواقي الفيزيائي او المعدني انسب لي وده غلط غلط ليه لان الواقي الفيزيائي او المعدني او اللي بيعتمد فقط على الفلاتر الفيزيائية حمايته من اليو في اي مش بنفس قوة الفلاتر الكيميائي الفلاتر الكيميائية هي اقوى الفلاتر قدرة على الوقاية من اليو في اي من الاشعة الشمس الفوق بنفسجية اللي هي نوعها ايه اللي نوعها ايه دي هي اللي بتسبب المشاكل كلها ناخد بالنا هي اللي تسبب تصبغات هي اللي تسبب ظهور الرينكلز والتجعيد وسبب تلف الخلايا الجلد والكلام ده كله هي قص المصايب اصلا فقدرة الفلاتر الفيزيائية او المعدنية على الوقاية من النوع ده من اشعة الشمس الفوق بنفسجية اللي هي اليو في ايه مش بنفس قدرة وقوة الفلاتر الكيميائي ولذلك انا باستخدم واقع الشمس الفيزيائي او المعدني ده مضطرا مضطرا يعني عشان انا بشرتي شديدة الحساسية جدا او فيها وردية او معرضة للوردية فمش قادر استخدم الفلاتر الكيميائي تمام النقطة دي تكون واضحة عشان فيها لبس عند كتير من الناس لبس لبس عند كتير من الناس وناس كتير بتعتقد ان الواقع الفيزيائي احسن ونشتريه احسن من الواقع العادي وده غلط احنا بنستخدم واقع الفيزيائي لما نكون مضطرين تمام طبعا الواقع الفيزيائي ده هيكون مناسب للكل للردع والاطفال والبلغين والحوامل وينفع على الوش والجسم وكل حاجة تمام فينفع على كل الاماكن المكشوفة قبل التعرض للشمس بخمستاشر دي ازي ما اتفقنا تمام فدي كل مجموعة الواقيات من شركة ازيس فارما مجموعة اليو في اي بلوك اتمنى تكون واضحة لحضراتكم واضح لحضراتكم ايه الحاجات اللي تنفع للحوامل وايه الحاجات اللي ما تنفعش هي بسيطة الحاجات اللي ما تنفعش للحوامل الاس بي اف ايتي اللي هو الكريم وما ينفعش الدراي تاتشات كلها الدراي تاتش اللي هو الالترا فليود الالترا فليود سواء الالترا فليود اس بي اف 50 بلاس او الاس بي اف 30 او الاس بي اف 30 الالترا فليود ما ينفعش للحوامل تمام والاس بي اف ايتي ما ينفعش الحوامل الباقي كله ينفع الفليود ينفع الاس بري ينفع اللوشان ينفع المينرال طبعا ينفع الباقي كله ينفع تمام اوكي اخر حاجة معنا بقى خالص واخر منتجات هنتكلم عنها خالص في شركة ازيس فارما او منتج بمعنى صح اللي هو الالكابيل رينج الالكابيل وهو فيه منتج واحد بس اللي هو الالكابيل كي ار وده عبارة عن شامبو مضاد للاشرة تعالوا نشوف تركبتهم مع بعض اول حاجة طبعا زي اي شامبو في الدنيا لازم الشامبو ده يبقى فيه سيرفاكتانس او مواد منظفة اللي هي الرغوة تمام فعندنا هنا السوديم لاوريث سالفيت كاول سيرفاكتانس موجود معانا هتقول لي الله مش السالفيتس دي من الحاجات الوحشة هقولك اه بس ناخد بالنا من حاجة انا عندي فروة راس فيها اشرة فروة راس فيها افرازات دهنية زيادة انا محتاج انظف كويس محتاج انظف كويس واكتر حاجة بتنظف كويس هي السالفيتس وناخد بالنا من نقطة برضو احنا مش مستخدمين اسوأ نوع من انوع السالفيتس اللي هو السوديم لاوريث سالفيت اللي احنا بنسميه الس اللي احنا بنستخدم السوديم لاوريث سالفيت اللي هو قلطف بكتير من السوديم لاوريث سالفيت فوجوده مهم وفي نفس الوقت مش هارش ومش قوي جدا زي السوديم لاوريث سالفيت تمام عندي برضو الكوكاميدو بروبيل بيتين وعندي اللوراي الجلوكوسايد وعندي كمان الكوكو جلوكوسايد ودي كلها من الانفوتيريكس والنان ايونيكس اللي هي الحاجات اللطيفة يعني الحاجات اللي سير فاكتنصر لطيفة فبرضو موجودة معنا عشان تنظف كويس وتدي رغوة كويسة وتنظف فروة الرأس الدهنية دي واللي فيها اشرة بشكل كويس تمام عندنا كمان مواد انتي ميكروبيل او مواد بتكافح تكاثر ونشاط الفطر المسبب الرئيسي لوجود الاشرة اللي هو فطر الايه فطر الملاسيزيا تكلمنا عنه شرحنا كتير فطر الملاسيزيا ده بينشط في البيئة الدهنية طبعا البيئة الدهنية قوي واللي فيها افرازات دهنية زيادة بينشط وبالتالي بيتكاثر وبالتالي بيسبب لي وجود الاشرة بسبب الففر وتراصل وجود الاشرة فعشان كده انا عندي مواد انتي ميكروبيا لتكافح الفطر ده عندي البيروكتون قولمين وعندي كمان حاجة اسمها سوديام شيل اويل سالفونيت الاتنين دول بيشتغلوا كمواد منكافحة لتكاثر فطر الملاسيزيا وعشان طبعا زي ما لسه قيلين دلوقتي حالا السبب اصلا لنشاط فطر الملاسيزيا هو الغدد او يعني النشاط الزايد والافرازات الزايدة من الغدد الدهنية في جلد فروة الرأس فعشان كده عندنا مواد بتشتغل كسيبام ريجوليترز او حاجات بتنظم افراز الدهون وبتتحكم في افراز الدهون وبتقلل افراز الدهون الزايدة في فروة الرأس طبعا من اشهرهم مادة الزينك بيسي اي من المواد الحلوة جدا في موضوع السيبام ريجوليشن وعندي برضو كمان مادة الني سينامايد او النية سينامايد دي برضو من الحاجات اللي بتنظم وبتقلل افراز الدهون الزايدة وعشان الاشور الدهنية دي عادة بتكون لزقة في فروة الرأس ملتسقة في فروة الرأس وعادة بتكون كبيرة الحجم فعشان كده عشان اقدر اتخلص منها واكسرها واازلها وافتتها وتتشال بالسهولة من فروة الرأس بنستخدم حاجة مقشرة زي حمد السلسلك اللي هو من افضل المقشرات بالذات في حالات الجلد الدهني الزايد عشان هو طبعا لايبوفيلك او محب للدهون زي برضو ما قلنا كتير قبل كده هتلاقوا ان معلومات كتيرة متكررة لان بتهيالي خلاص الناس اللي متابعة على المحاضرات بقت عارفة المواد بقت عارفة المواد الفعالة وفهماها تشوف المواد الفعالة تعرف دي بتعمل ايه وتشوف التركيبة تعرف هتفيدنا في ايه تمام وعندي مواد سوذنج مواد ملطفة زي البنثينول اهو وزي البيسابولول وبرضو مادة الناي سينمايت زي ما احنا عارفين ليها كذا افكت وليها كذا فعالية فبرضو بتشتغل معانا كسوذنج او ملطفة ليه الحاجات السوذنج دي والحاجات الملطفة دي لسببين لسببين لان عادة الاشرة بيكون معها احساس بالحكة بيكون في حكة كده والتهاب في فروة الرأس فالمواد دي بتلطف لي فروة الرأس وتقلل من الشعور بالالتهاب والحكة وكمان عشان السيرفاكتنس اللي موجودة هنا ما تنشفش الشعر او تبقى حاجات كده ملطفة ويعني مرطبة كده فما يحصلش جفاف زيادة فوجود المواد دي برضو هيكون مفيد جدا تمام فهيبقى تركيبة الالكابيل كي ار دي هي شامبول الاشرة وبالذات طبعا الاشرة الدهنية اكيد احنا متكلمين على حاجات بتعمل سيبام ريجوليشن وحاجات ضد الفطر بتاع الملسيزيا وسليسيلك اسد والكلام ده كله فده للاشرة الدهنية اللي هي اشور ملتسقة في فروة الرأس والكلام ده كله ويعني انا بس حابة بوضح ان حالات الاشرة الدهنية بيبقى فيه الاشور الملتسقة في فروة الرأس والاشور اللي بتقع برضو يعني الاتنين موجودين مع بعض تمام مكافح للفطر زي ما قلنا وبيعمل على تنظيم الافرازات الدهنية بيزيل الاشور الملتسقة في فروة الرأس بيخفف من الشعور بالحكة وكافح للتافة بيشتغل على كل المشاكل بتاعت الاشرة كل مشاكل الاشرة التركيبة بتاعت الكابيل كي ار بتشتغل على كل المشاكل دي مناسب للبلغين للبلغين والاطفال من عمر ثلاث سنوات الكابيل كي ار ده حتى للاطفال من عمر ثلاث سنوات نقدر نستخدمه وكذلك طبعا الحوامل والمرضعات برضو امن ومناسب لهم جدا وطريقة استخدامه زيه زي اي شامبو للاشرة طبعا بنبل الشعر الاول وناخد شوية من الشامبو وبنعمل رغوة نعمل رغوة كويسة ونسيب الرغوة دي كم ديئة كده ديئتين تلات دقايق خمس دقايق وبعدين بنشطفها كويس بالمية وبنكرر الموضوع ده من مرتين لتلات مرات في الاسبوع بكده نكون انتهينا الحمد لله رب العالمين من كل شركة ازيس فارما اتمنى ان تكون المحاضرات دي افادت حضراتكم وعجبتكم ويعني ادوني كده تقييم ديها وعرفوني ايه الاخبار المحاضرات استفدتوا منها ولا لا وطبعا بفكركم مرة تانية الملفات موجودة على قناتنا على تطبيق التليجرام للي حابب ياخد الملفات بصغرة البي دي اف وبفكركم ترشحولي كده وتقترحوا علي في التعليقات نتكلم عن شركات ايه بعد كده باذن الله شكرا لكم على المتابعة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات عشان تتابعوا كل الفيديوهات الجاية ونشوفكم دايما على خير باذن الله في امان الله اشتركوا في القناة